لقارة أنتارتكي اللي هي في القطب الجنوبي اللي هو كان سجل وجود هذا الصجب اللي ما كانش فاهمه ريتشارد بيرد من أهم الناس اللي نزلت لعالم جوف الأرض لما نزل لعالم جوف الأرض مشروع الأحمر ده تتابع في كذا عملية غير المجموعة اللي هي المجموعة بتاعة هاي جامب اللي هي بتاعة ريتشارد بيرد أو عملية هاي جامب العسكرية لكن كان المشروع الأحمر ككل مهتم بالدراسة ما هي هذه الظاهرة من هم هؤلاء الكائنات هل توجد مدن تحت أرضية ما هي هذه المدن وإيه الحضارة اللي هي صابقة ولينا ريتشارد بيرد في مذكراته كتب طبعا يعني طبعا موضوع طويل جدا يعني المذكرات أنا ممكن أديهم كمان النسخة كاملة من المذكرات ريتشارد بيرد ممكن أديهم أفلام كاملة لكن المشكلة الأفلام المهمة بتزيد عن ساعة ونص هي مهمة جدا ولا يكفي منها أن احنا نشوف لقطة أو لقطين احنا هنشوف هنشوف ماله لما كتمه كذكرته قال إيه هو أيوة نزل نزل في الأول على مدينة اسمها رينبو أو قوس قزح المدينة دي متطورة جدا ما قالش بقى في مذكراته على بعدها قدي أيوة هو ذكر تفاصيل جدا كتير جدا من أحدها أن فتحة القطب الجنوبي دي يعني وهنشوف فتحة القطب الجنوبي أن هي تزيد برهان يا جماعة اه ممكن في الفايل بتاع جو في الأرض هيا اللي أتكلم أنت مالكعلم إليه اه لا في صور تانية اللي هي دي رسمي ده على فكرة كانت مذكرات ريتشورد بيرد بس ممكن نشوف اللي هو الملف بتاع جو في الأرض مهم أنه هو تم حصر ودي عملية طبعا مش كبيرة جدا مهم تم بس في المشروع الأحمر ده حصر 129 مدينة جو في الأرضية كان من أكبرهم آه ده من أحد فتحات جو في الأرض اللي هو بيطلع منها غاز الشفق ممكن كمان نشوف صورة كمان من نفس الملف جو في الأرض دي فتحة القطب الجنوبي بس هنشوفها في صور برضو صور أوضح دي صور من طيارة من فوق آه دي بيتم التعتيم عليها يعني دي كانت من أحد التصوير القديم أيام ريتشورد بيرد بعد قصد ريتشورد بيرد كان دي كانت من ناسا في بدايات ناسا بس بعد كده بيتم التعتيم عليها وهنقول بقى إيه الموحدات اللي تعملت عشان يفضل الموضوع ده في غاية السرية فتحة القطب الجنوبي القطر بتاعها حوالي ربعمائة كيلو يعني مش فتحة صغيرة ربعمائة كيلو متر أبص هدراك مثلا الصورة اللي على الجنب آه دي برضو كانت من الخرائط القديمة آه فترة نهاية الحرب العالمية التانية الفتحة العجنب دي فتحة إيه دي فتحة القرية أنتارتكيا ممكن كمان صور بعد إذنك دي برضو متصورة عن طريق آه آه أبولو 16 أبولو 11 سوري دي كانت متصورة عن طريق أبولو 11 ممكن كمان 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 آه في صور كمين آه ده اللي هو الأرورة أو شفق الغيس اللي هو بيسطر من الفتحات الأسية هو هنتكلم بعد شواء أنه فيه أكثر من فتحة بس دول الفتحات الأسية إنما فيه فتحات أخرى هنتكلم عليه آه ده في جوجل دايماً اللي بيدخل على جوجل أو كده هيبص يلاقي المناطق دي متعتم عليها بطريقة يعني غريبة جداً يعني بحيث لا أحد يكتشف معنى الصور اللي تحت دي تم تسجيلها من أعمار صناعية روسية ومن ناسا والفتحة دي موجودة أصلاً من السفينة أبولو 11 اللي هي فتحة أنتارتكيا اللي هي في الجنوب لكن الصور اللي فوق دي صور التعتيم في جوجل إن أنت دايماً جوجل ودي بالتفاقية هنتكلم عليها وليه تمت التعتيم عليها والكلام ده لكن النقطة دي طبعاً برضو من أبولو 11 يعني وفيه صور كانت تلازل للناسة من سمين المهمة بر دخل دخل أيوة وليه 130 مدينة تم رصد في المشروع الأحمر الأمريكي كله حوالي 129 مدينة وهذا لم يكن كل حاجة هو قال إيه بقى في الملخص اللي قاله إيه دخل على مدينة اسمها أجارسيا كانت مدينة أجارسيا دي من أكبر المدن اللي بتعامل معها هو اللي اسمها ولا هي اسمها كده؟ لا هي اسمها أجارسيا كانت من المدن المرصودة برضو في الخريطة الخاصة بهتلر فكانوا مهتمين يوصول مدينة دي بس المدينة دي ما كانش فيها الجريز أو ما كانش فيها الرمضين مدينة دي كان فيها جنس أجناس دي هنتكلم عليها بس ما نعرف القصة يعني هنتكلم عليه بالتفصيل هو قابل جنس اسمه النورديكس أو الشماليين ما ضربهوش هو مثلا ما نزل ولا حد ولا كان إيه؟ ما نا هقول له هدراك هكذا هو طبعا حصل ممانعات وكذا وكذا بس الملخص إنه هو قابل الناس اللي هم جنس اسمه النورديكس أو الشماليين الجنس ده رحبوا بيهم وقالوا له إنه يعني بما معنيه إنهم عايزين أصلا الموضوع ده يفضل غاية في السرية تاني حاجة إنه هم اللي تحت اللي قاله ألا اللي فوق أيوا أيوا هو ما قابلش الجريز ما إحنا هنقول لحضراتك لسه مواما هو قابل فصيل هنتكلم على الفصائل دي بالتفصيل يعني بس عشان إيه موضوعي بقى بالتتابع قابل فصيل اسمه النورديكس أو الشماليين الشماليين دول هنتكلم عليهم هم مشكلين يعني بس شعرهم أصفر وهنتكلم دول يعني إيه أصلهم وكذا وكذا المواما قالوا له إحنا هنسمح لك بالزيارة واحدة وحصل حوار بينهم والحوار ده كبير جدا بس موجود يعني مهم مختصر كان بيكلموا لغة إيه بقى؟ المختصر بتاعه لا هم هم بيعرفوا يتكلموا اللي هي بال يعني هم بيتكلموا أصلا في جوف الأرض باللغة السان سكرتية وفي هنعرف برضو كائنات أخرى لا تتحدثوا لأنها بتتخطر هنعرف الجريز ما بيتحدثوش لكن هم بيتخطروا وهنعرف دول مين نقطة إنه هم وجهوله رسالة قالوا له إن أنتو العالم الآن توجه إلى حيثوا لها عودة بعد أن وصلتم لهذه التقنية النوية لأن التقنية النوية بتأثر عليهم تقنية النوية دي هتعمل مشاكل كتير مهم هو كان عايز يعرف كتير وكان عايز يعرف حاجات عن تقنية وحاجات عن كذا بس هم سمحوا له بهذا اللقاء المحدد رجع هو وثق اللقاء دوت ووثق المدن دي كان في مدن كبيرة جدا اكتشفها 129 مدينة من ضمنها 50 مدينة تحت الولايات المتحدة فقط من ضمنها أكبر مدن الجوفة الأرضية برضو فيه في أوروبا فيه في مصر أكبر المدن جوفة الأرضية وفيه في مصر بتلع من هنا حتة طيب هقول لحضرتك دي مدن جوفة الأرضية دي حياة كم يعني ما بتلعوش هنا خالص ايه احنا هنتكلم ايه عالم جوفة الأرض وايه دول دول انس ولا جن ولا ايه بالزبط هنتكلم على الأجناس اللي هي جوفة الأرضية بس هي النقطة انه هو في عاملية المشروع الأحمر المؤسق فيه انه هو تم رصد 129 مدينة جوفة أرضية ومنهم مدن كبيرة جدا زي مدينة أجارسيا وزي مدينة ترامبو وفيه حاجات بدائية جدا وفيه أقوام يعني يعني مش الكل يعني فيه أجناس متتالية وهنعرف الأدلة الدينية على الكلام ده كمان بس هي النقطة ان من أحد هذه الحاجات ان من أكبر مدن جوفة أرضية مدن تحت مصر نفسها ودي اللي كانت بتسمى زمين في عامل فراعنة بطيبة السفلية وكانت بتسمى بمدينة دوات واحنا ما كناش بنفم يعني يعني كان فيه مدينة دوات وكان فيه الحارس بتاعها احنا بنسميه ان هو ده الإله أكر والإله أكر وهم على فكرة المصرين القدماء ما كانوش زم الناس فكرة متعدين لها ولا كانت حقوباتهم كافرة ولا الكلام ده كله مصرين القدماء وده موضوع نفتحه ان شاء الله بعدين قدماء المصرين كانوا مسلمين يا جماعة قدماء المصرين توالى عليهم رسل متعددين وقبل حقبة أخناتون قدماء المصرين كانوا مسلمين ومرت عليهم فترات ضلال وظهرت بهم بعض الأخوات الماسونية وبعض عبد الشيطان زي أخوية حورس ونعرف موضوع ده ان شاء الله المهم قدماء المصريين كانوا زمان بيتعاملوا مع مدن العالم السفلي ولم تكن مدن كافرة كما يعتقد البعض ولم يكونوا من ضمن اللي هو تعامل الصحراء مع الجن يعني دي كأنات هنتكلم عليه لان منهم مؤمنين ومنهم طرائق قدنا مش كلها يعني فيه منهم من أصول بشرية وفيه منهم من الجن لكن فيه من أصول بشرية كتير وفيه من أصول إنسية ونعرف يعني ايه الفرق بين أصول إنسية وأصول بشرية لان النقطة الغايبة على الناس والناس هترفض انها تعرفها لكن ما احترامي للجميع الرفض مش يغير شيء لان دي الحقيقة ان البشر ابناء آدم هم جنس فصيل من الإنس وليس هم كل الإنس البشر ابناء آدم هم فصيل من الإنس وليسوا كل الإنس واللي فاكرين إن سيدنا آدم لم يكن هناك خلق قبله هذا كلام خاطئ ومدلل عليه علميا يعني بمليون دليل دينيا دينيا أولي أيوة علميا ودينيا أوليلي دينيا ما احنا نفتأ دا أوليلي دلوقتي ما بدأ ما فتحت الموضوع أوليي بقى ما تابع انت مصميمة تاخديني في سكة تانية أوليلي برضو لما اش حاضر عادة دين لا ما اعرف بقى أيوة بس عشان ما نقطعش لا ما انت لقطعتي أولي دينيا عشان انت ما تسمعيش الكلام يعني مثلا رسول الصلاة السلام قال هناك ألف ألف أدم مثل أدمكم هنشوف دلوقتي أطول سيدنا علي وهنشوف مثلا حاجات كتير بس أنا كنت شايزة أفتح الأدلة الدينية دلوقتي انت اللي دخلتك التخديل تلبسيني في الحيطة بقى انت وليلي مش عايز لا 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 ما هو كده اللي ما حيح تقالك كنت تكلمي في ده وبعدين مثلا يعني في حاجات أكيدة في القرآن يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى مثلا في الحديث عن الأرضين السبحة وهنا أنا لم كنت شايزة في هذا الموضوع ده قل لي لما نتكلم عن كوف الأرض قل لي ما هو أنت اللي فتحت الموضوع دلوقتي لما قلت ان ربيه ان فيه قبل أدم حالي هنشوف تقولي بقى بالدين طيب أنا عايز أكمل الموضوع بعدين ندخل في القدلة الدينية لإن حديث كتير جدا أنا هوردها ورا بعدها انت عشان دخلت في موضوع لا بد ان من شاء الله ما تكملنا ولا كلمة لكن من أهمها مثلا الحديث اللي هو بتاع رسول الله سيدنا رسول الله هناك ألف ألف أدم مثل أدمكم ده من أهم الأحديث واحدة من القرآن اللي كلم فيه على أن قبل أدم في حد أصلا بالأسف أن أنا جيبان بالتتابع الأول عن جوا في الأرض وكده يعني مثلا عن حزيفة بن اليمين وده في أكثر من كتابي يعني سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني يأجوج ومأجوج فقال يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة أربعمائة ألف أمة لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من صلبه كلهم قد حمل السلاح قلت يا رسول الله صفهم لنا قالهم ثلاثة أصناف صنف منهم أصلا مش عايزة أدخل في داخل لما نتكلم عن كائنات جوا في الأرض اديني فرصة بس عشانهم الناس مش هتفهم لو قلت لهم كلام كل وقت يا شتي انت لو تقولي آدم لأننا راح يتكل حيقوله أن ربنا قال أن ربنا سبحانه وتعالى جاب قبليس يقوله أن خالقوا في الأرض في النص الآية أن جعل في الأرض خليفة لي خليفة لي خدتبقى لك وقاله أنا تدعى في الأرض من ياسف كدما البقية الآية ده يعني معناه أن اللي ربنا بيقول كده يبقى ده أول البد ايه اللي يثبت أن في حاجة قبل كده بس شأن انت اللي فتحت السكتة وجعلناكم خلائفة في الأرض من بعدهم من بعد مين في كذا يعني في كذا أي في القرآن الناس بتاخدها لا ده من بعد حرب كذا في أول فصل هنكملي وفي أول فصل ده دوري أول فصل هنكملي حاضر أكي أنا أكمل بس ما تقطعيش بقى عشان خطر ما دخلناش في حيث المهم نرجع تاني لمشروع الأحمر الأحمر بلقتي ليه 130 مدينة وكتب هذا كلام ومدن كثيرة تحت مصر وعرفه كبالي سيبك من مصر جلقتي ربنا يخليك هو ما شفهاش بتاعت مصر ولا جيه هنا لا فيه فيه علماء يعني لا هو بيرج ده لا ما هي المشروع الأحمر ده كان شامل تحته كذا عملية عملية هاجامب دي واحدة من العمليات عملية هاجامب دي اكتشفت مدينة أجارسيا ومدينة ريمبو وكانت واحدة من العملية إنما فيه أكثر من عملية فيه عملية من نهم قضها برضو عالم كبير بس أنا عشان مخي بحاضر خلينا بيرج دلوقتي يعني نوعا كان فيه علم كبير ولقى برضو أكثر من مدينة جوفة أرضية تحت مصر ومن أكبر المدن ولها ثلاث فتحات أوكي يعني مثلا فيه في الهرم الأكبر من أحد الفتحات الأسية فيه فتحتين كمين فيه فتحتين كمان أسين في مصر مهم يعني فيه فتحة في أنه قال عليها في الهرم أيوة فيه فتحة في الهرم فيه صور عندنا ده متوصلة أيوة فيه صور عندنا ده أيوة طيب ما أنت بتفتح دلوقتي أقول لك تقول لي مش في تسلسل ما دلقبطة اللي أنت عاملها لي أنت دلوقتي عايزة تتكلم ما قلتلك سيبك من مصر دلوقتي خلينا نمشي في برد ده عشان برد ده عشان برد ده عشان برد ده عشان ما تاخدنيش هتقولي له هرم أقولك وريني الصورة طيب هتقولي له هدور أيوة هنشوف الصورة وهنشوف كلها طالبة فاصل الأميرة